وصلنا لقصر البارون يلا استعدوا وحاول اصور لكم الاشياء المهمة فيها عشان انتو لما انتجوا تستمتعوا بنفسكم كل شي هنا مكتوب عن القصر تاريخه ونبدأ عنه انا ما رح احرق لكم كل حاجة شوفوا هنا تركي النموذج لحالة الجدر قبل اعمال الترميم اصلا لو دخلت اليوتيوب حتشوكوا كيف كان قبل ما رأي رمموا ويفتحوا القصر شوفوا مرة رهيس شوفوا التفاصيل الهندسية لفي القصر من جدوى بعد hemos الدخل القصر ساريه ساريه كم على اعمال اللش نكتوب لم الأنanimذه الغرف كلها زي كده مرممينها مضبطينه وحاطل لكم صور ومعلومات تقرؤوها او شاشات زي كده تشرح شوفوا الناحطة حتى بداخل دفاية خلصنا كده من زيارة القصر وطالعين دحين لهنا المنظر البانورامي من فوق تتوقعوا بنت البارون من اي سور طاحت هذا مثلا يخوف صبعا تقول الحكايات انه جود دان مصعد في واحدة من يعرف من فيهم انقطع راسها وماتت ودفنوها هنا في القصور ومعدي مدى صحة القصص شوفوا هنا عبطين حرفين اول حرفين من اسم البارون البي والإي شوفوا هنا بقع شكل الجدر قبل ما يترمم كده كان مدحين بعد الترميم صار كده وهنا هنا المنطقة حقت الدمسة بس رمم اي بس خلص ترمم كل شيء وتمسرم طبعا هذي النجافات كل هذي جديدة هم جابوا اكتر شيء قريب من الاصلية لكن البيبان هذي قديمة والترميم الالوان يعني شبه الالوان الاصلية شايفين او لا انا بيتهيئ لي كان نحشوفوا هنا في شوي الدم شايفين من الدم اللي كان موجود ومسحه تشمسحه حس متركه زي ما هم وكده خلصنا زيارتنا لقصر البارون وزي ما شفتوا القصر مجدد مترمم ما في شي يخوف لانه من امس سلطني مسيجات كثيرة انه خايفين وكيف تخشي هذا القصر قديم كان قبل الترميم كان صح يخوف لكن حس زي ما شفتوا بتذاكر بتنظيم حتى يدخلوا عداد معينة عشان كورونا ما يسمحوا بزيادة العداد جوا